تعبيرا عن حبه لمدينته وتكريما لأرواح شهداء الوطن أطلق مواطن أردني اسم كرك على طفلته التي رزق بها قبل يومين دعين الله أن تكون ابنته قائدة عسكرية في القوات المسلحة الأردنية لتدافع عن ثرى الأردن الصرخة الأولى لطفلة درويش القيسي لحظة ولادتها صبيحة يوم الأحد الماضي في محافظة الكرك كانت بمثابة صيحة في وجه الإرهاب الذي تزامنت انتهاء أحداثه مع ولادة هذه الطفلة الطفلة كرك والتي سميت باسم هذه المدينة الشامخة والصامدة في وجه الإرهاب كانت أحرف اسمها تصدح من فم والدها الذي تلقى خبر ولادة ابنته لحظة انتهاء العملية الإرهابية فقال انتصرت الكرك وولدت كرك خبرني لدكاتري وحنوني بمولودتي الجديدة في لحظة إعلان انتهاء العملية والسيطرة على الإرهابيين في قلعة الكرك في هذه اللحظة جاني شعور بالمسؤولية جاني شعور بالاعتزاز والفخر الأمر اللي خلاني أطلق عليها اسم كرك الطفلة كرك والتي تحمل في عيونها براءة الدنيا وفي اسمها شموخ مدينة وقفت في وجه إرهاب ارتقى في أحداته شهداء من أبناء الوطن وحماته يتمنى والدها أن تصبح إحدى باسلات الوطن الأوفياء ورصاصة حق تدافع عن ثرى أردن العزيز